هل نقول المتوقع في باريسا 2014؟ طيب خلينا نقول إن الكقائمة للمتخب هي قائمة قويسة جدا وحتى ترتيب الموتشات عندي كويسة جمهورية دومنيكان بعد كده أسباكستان بعد كده أسبانيا دي حاجة كويسة إن إحنا ممكن في أول موتشين نعمل نتائج كويسة وربنا بيسهل في موتش أسبانيا يعني الدنيا هتروح فيه ده أسبانيا واخد يورو 2020 عايزة إيه؟ عشان كده قال لك يسهل ده أسبانيا واخد يورو 2020 ولو بدنا نحاق نتائج كويسة ده حظ إيه ده؟ طبعا فده لو بدنا نحاق نتائج كويسة في أول موتشين ممكن إن شاء الله نتأهل للدور اللي بعد والمدرب مستر ميكالي طبعا من المدربين الكويسين جدا وعنده حتى خبرات على المستوى أوليمبي إنه تأهل مرة قبل كده آآ يعني أنا أتمنى أتمنى يعني إحنا مش هايزين نقول إن إحنا محبطين يعني إحنا قلنا ده مش إحباط إحنا بنكلم على التاريخ التاريخ وبنتمنى يعني إنه انعكسات الحالة الرياضية في مصر متنعكس على المنتخب الأوليمبي إحنا برضو كلنا وقفين ورا منتخبنا أكيد طبعا وآآ يعني ونتمنى نتمنى يعني نسمع كده أرقام يعني نتمنى يعني نطلع من الدور الأولين إن شاء الله يعني زي ما عملنا في 2020 إن شاء الله نعمل في 24 آآ يعني لأنه فعلا المنتخبات كلها اختلفت أكيد يعني اختلفت بشكل كبير يعني إحنا شفنا مثلا السعودية طلعت لأدوار عالية يعني وصلت لأدوار عالية وكانوا بيلعبوا ولعب مختلف ومغرب في الكسعالمي اللي فاتت ومغرب فيعني نتمنى أن طريقة لعبنا تختلف إن شاء الله يعني بلاش البطء اللي إحنا فينا إن شاء الله شكرا